أعلنت السلطات الصحية في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خمس مجازر ضد العائلات في قطاع غزة ووصل منها للمستشفيات 46 شهيداً و110 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية كما أفدت السلطات بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 36.096 شهيداً و81.136 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع تواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليه